كيوم عبد الرحيم الصغير كاتب العام جمعية منذ بأعمال الاجتماعي والثقافية اللي منذ بالمبيعات بإقليم الناظر نهارا مش نتوارا غير نغيش نندوها بعنوان قانون الشغل ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية لجمع المغاربة اتجاي تريت ذريثان الأساتي دا منهم مدير الصندوق الوطني اللي ضمن الاجتماعي السيد إدريس برحو ومنذ بتشغيل السيد إدريس اسماعي اللي حيوي والأستاذ سيدي الحبيب تمثيلني رئيس دائلة الشغل بإقليم الناظر نهارا قان دوايا على أساس باش اتجين دوايا ذا مزوارا بعدة تهم جميع المغاربة لان الخون الشي مش نسسن ذا نيج المشروع ملكي قاد المعرى المغاربة عقبن مثل فين سلسينيسيس وجنحاش ننلي بعدة باش كن نوعرف سي اسماعي منه منذ بين المبيعات الشي نجا منذ بين المبيعات هي اللي كوميرسيال نتضبارها دربيع نخدمك الشركات نتضبارها دربيع وهذا كل شيء وشكرنا للجميع ونتمنى الخير تستفدوا من هذه الندوان وذل إطارة وانيتا تساغد بجن دعوة جميع فقافية اجتماعية منذ المبيعات بش أن نواكب على مستوى نشر المعلومة القانونية تتعلقا سقانون الشغل وتساغد المباطرية ثانيتا في إطار السياسة في إطار السياسة إنه نجنشين المديرية الإقليمية للإدماج الاقتصادي والمقاورة الصغرى لتشغيل الكفاءة جهاز تفتي الشغل ونصرف الناسة في تنظر أن الشيء الذي بدأ تصوّف من قرص تصعصم حتى نشارك هذه الندوة تصوّف معلومة من القانون يتعلقا مع قانون الشغل وانتي تساغد الفرصة ثانية وأن الشيء الذي بدأ نتواكب سواء شركة الاجتماعيين ام اقتصاديين وكذا المجتمع المدني من أجل تحسيس شريع الشغل بالقانون الشغل السلام عليكم في إطار سياسة المفتاح اللي كتبناها وزارة الوزارة دينا عبر جهاز تفتيح الشغل المفتاح على كافة الفاعلين الاجتماعيين من مجتمع المدني النقابات والجمعيات قررنا باش نشاركوا جمعيات الأعمال الاجتماعية والتقافية لمندوبي المبيعات بإقليم النظر فهذا الندواء عبر تقديم واحد العرض حول إنهاء علاقة الشغل ونشط لكي ينشر التقافة ديال الحوار ونشر المعلومة سيرتول خاصة للأجراء باش يعرفوا الواجبات والحقوق ديالهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة